اشتركوا في القناة يأخذ هذه الرواية ويشترها إلى قسمين يعني عندنا هذه الرواية الواحدة التي موجودة قدامي رواية واحدة رواية واحدة فأخذ هذه الرواية ويشترها ويقسمها لقسمين ومن بعد ما يقطعها يقسمها لقسمين يأخذ الجزء الأول والجزء الأخير ويضع بيناتهم بالوسط بيضع رواية أخرى رواية في الوسط رواية أخرى ربما متباعدة زمنيا ليس مهم لكن بيضع هذه الرواية تكون هي المفتاح اللهوتي لفهم هذه الرواية لحتى يوصلنا رسالة معينة وهكذا يفعل مرقص في هذا النص اللي رح أريه عليكم وكل النصوص الخمسة اللي عم ندرسها مع بعض من هلأ لبعد العيد ففتحوا معي إنجيل مرقص الفصل 14 رح أبدأ من العدد الأول بعدين العدد الثاني هذا الجزء الأول بعدين بروح للعدد عشر حداعش وبعدين برجع للوسط العدد الأول من إنجيل مرقص الفصل 14 بقول وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه تبهوا لكلمة وكانوا يطلبون كيف كانوا يطلبون كيف تعرفوا بلاحظ لما يسمع على اليوتيوب وعظاتنا بلاحظ لما نبدأ نقرأ بالكتاب المقدس هناك ناس تبطل التابع لأن الناس لا يهم النص نقرأ تبهوا النص هو الأساس نحن نقرأ كلمة رب مننا سنأخذ الدروس لحياتنا فكتير مهم نركز على النص ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب وهلأ مننتقل العدد العاشر نفس الموضوع قتل الرب يسوع المسيح خيانة يسوع ثم إن يهوذة الإسخريوطي واحد من الاثنى عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم ولما سمعوا فرحه ووعدوا أن يعطوه فضة وكان يطلب كيف نفس العبارة وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة وهلأ مننجي لما بينهما النص الموجود بالعدد الثلاثة للعدد التاسع وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ جاءت امرأة معها قارورة طيب نار دين خالص كثير الثمن فكسرت القارورة وسكبتها على رأسه وسكبته أي الطيب على رأسه وكان قوم مغتظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من ثلاثمائة دينار ويعطى لمين للفقراء وكانوا يؤنبونها وأما يسوع فقال تركوها لماذا تزعجونها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا وأما أنا فلست معكم في كل حين عملت ما عندها قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها وليبارك الرب كلامه إلى قلوبنا وله كل المجد إلى الأبد أمين أمين ولا البعدين وخيانة وخيانة القريبين لما نتأمل بإنجيل مرقص ونشوف كيف رب يسوع المسيح لما دخل درب الصليب بهذه اللحظات عم بيقلنا ماركوس انتبهوا القريبين ابتعدوا والبعدين اقتربوا هل اختبرت بحياتك لما كانت بوقت صعب بديئة معينة كأنك دخلت درب الصليب شعرت ببعد القريبين وقرب البعدين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر